صباح الخير يعطيكم ألف عافية لما الواحد بده يسافر دائما بفكر بشغلات مهمة كتير عشان نحضرها للسفة ومنها الفلوس هل أحمل معي كاش ماني ولا أخذ معي كريدت كارد طبعا كل هذا باعتمد يعني ما فيه جواب محدد أتمد على البلد التي تريدان تزورها فمثلا أنا مثلا لما سأذهب على وجه الدول فمثلا استخدموا كريدت كارد فأستخدموا كريدت كارد وقوموا بعمل تلك كاش مثلا كندا أو استراليا أو أمريكا أخذ معي كريدت كارد ومثلا بسيطة كارد الان الكل يعرف انه في كندا فيه لما بتشتري شغلة من خارج كندا فيه شغلة اسمها foreign transaction fees يعني انت بتدفع على لما بتشتري شغلة مثلا بالدولار الامريكي او بالدولار الاسترالي او بالدولار الهونج كونجي تدفع على تصريف العملة حسب سعر البنك زائد 2.5 بالمية اضافة على المبلغ يعني مثلا انتشريت بمية دولار امريكي بتدفع 2.5 دولار هدول بس بروح لشركة credit card وبروح transaction fees فنزلت عنا في كندا شغلة اسمها stack هاي credit card او هي عبارة عن debit credit card مع من master card نزلت بيحكوا انه ما فيها foreign transaction fees وطبعا هي الوحيدة اللي كان ما فيها foreign transaction fees انبسطت كتير انا رحت عملتها واسافر كتير وتعرفوا فحبيت اجربها اول يومين ثلاثة استخدمتها بكثرة بعدين قلت خليني اعمل انا تجربة استخدم ثلاثة credit card واشوف من مبلغ 10 دولار لكل credit card واشوف شو الفرق في التصريف للأسف للأسف سادلي stack كانت اسوأ credit card في التصريف مع انها ما بتواخد 2.5 بالمية مثال credit card الف وعملت transaction ترى ثلاث مرات عشان اكون مية بالمية متأكد واعملهم random يعني اعمل اول مرة مثلا stack ثاني مرة اعمل credit card scene ثالث مرة اعمل credit card sold لا تريد احكي credit card ثانية لانه انا مش هم بعمل دعاي لأي شركة اسف انه هاي الشركة كانت تاخد زيادة بمثال العشرة دولار كل الشركتين هدولاك اللي كانوا ياخدوا credit card ياخدوا استرالي 8.9 كانيدين الا stack كانت تاخد 9.2 مع انه ما فيها foreign transaction fees يعني مفروض تكون ارخص للأسف 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 اخر مرة بستخدم فيها stack بس حبيت احكي لكم my experience وهي شغلة مهمة جدا انكم تعرفوا شو الكريدد كارد اللي ماخدينها و شو الفيز اللي راح تدفعوها هل بتفضلوا انكم تاخدوا cash ولا credit cards كله راجع لكم تعملوا دراساتكم و ان شاء الله سفرة سعيدة و نراكم قريبا اعجبتكم القناة بأمان منكم كلكو تعملوا subscribe like comment و share